خبر أخير قبل مطلع الفاصل واستقبل أيمن ناجل بيرتو النهاردة اتحاد الكورة أعلن رسميا تقدم قيمة المهندس هاني أبو ريدا بأوراق الترشح لانتخابات اتحاد الكورة يمكن القيمة ما تواجدتش فيه مشروع الهدف لتقديم الأوراق الترشح ولكن تواجد المستشاري القانوني للمهندس هاني أبو ريدا واللي قدم أوراق الترشح لقيمة الانتخابات اللي اتخذ انتخابات الاتحاد بإذن الله يوم 10 ديسمبر المهندس هاني أبو ريدا بيأخذ الانتخابات على مقعد الرئاسة ومعا الأستاذ خالد الدرندالي على منصب نائب الرئيس وفي العضوية أحمد حلم الشريف الأستاذ حماد طبعا كلهم أساد زأجلاء حماد الشربيني مصطفى أبو ظهرى طارق محمد أبو لانين وليد عبد الجواد محمد أبو حسين والزميلة العزيزة إناسة مظهر كل التوفيق يا رب لي أسرة كرة القدم المصرية يمكن دي القائمة الأولى التي تقدمت للترشح على انتخابات اتحاد الكور هل هناك قائمة أخرى ستظهر في الساعات القادمة حتى الآن الأمور مش واضحة هل عدم وجود مساحة للترشح بشكل فردي عامل صعوبة لكل الناس اللي بتفكر في خود الانتخابات وارد جدا ولكن هننتظر نهاردة بنتكلم في الأربع باقي الخميس والجمعة والسبت يعني 72 ساعة حاسمة لمعرفة المشهد العام لانتخابات اتحاد الكور عايزة لكم كمان بالبناسبة لمهان سنة بريدة تقدم بأوراق ترشحه كعضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي فيفا وخلال الساعات القادمة هناك اجتماع للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي اللي بترشح لمقعد الفيفا في الكاف الفيفا هو اللي بيراجع أوراقه فخلال الساعات القادمة هناك اجتماعين اجتماع للجنة الحوكمة في الاتحاد الافريقى عشان تنظر في أوراق المرشحين على عضوية الكاف وهناك اجتماع للجنة الحوكمة في الفيفا عشان تنظر في أوراق المرشحين على عضوية الفيفا عضوية الفيفا المراضي المنافسة فيها كبيرة ومختلفة هنشرح ده في حلقات جاية بس عايزة أقول لكم أن المراضي حسب المعلومات اللي عندي يعني فيما لا يقل عن 14 مرشح قدموا أوراق ترشحهم لعضوية مجلس الفيفا عشان ينجح منهم ستة من ضمن الستة مقعد للمرأة عدد كبير المنافسة هتبقى قوية موانسانية بريدة كابتن فاوزي لاججع من جمع الملاكيات المغربية في سليمان أوبيري من الجيبوتي في أماجو بينيك من نيجيريا الأسماء كبيرة والمنافسة قوية ومحتدمة والنهاردة أو الأيام اللي جاية هنشوف انتخابات مختلفة تحديدا على مقعد الاتحاد الدولي كل التوفيق لأسرة كرة القدم المصرية وللمهانسانية بريدة تحديدا على عضوية الفيفا خلال الفترة اللي جاي